بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون العزاء في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصعد الله صباحكم بكل خير نسعد أن نلتقي وهذا هو موعد وتوقيت اللقاء بيننا وبينكم عبر هذه الحلقة الإثثنائية من صباح الثورة كل عام وأنتم بألف خير من الآن وحتى الواحد ظهرا بإذن الله عديد المحطات والفقرات معكم سادة المشاهدين في كل مكان داخل وخارج ربوع وطن الحبيب إلى جانب كل المستمعين عبر الموجة 101.6 FM كل سنة وانتم طيبين وكل عام وأنتم بألف خير والوطن دائما ينعم بالأمن والاستقرار والأمان شاعر تيسير صباح الخير وكل سنة وانت طيبة اليوم حلقة ثنائية يمكن عدد من المناسبات الوطنية العظيمة إلى جانب أيضا عدد من البشريات في ظل ثورة ديسمبر أبريل المجيدة شعب دائما إن شاء الله في أتم نعمة أمن واستقرار وأمان كل سنة طيبة وصباح الخير وانت طيب يا رب إن شاء الله محقق كل الأمنيات خليل وكل الأستاذ المشاهدين ومساحات الوطن تمتد حتى طلوع الفجر حتى يلوح النصر كل الحصص تنداح وطن وكل الجموع تفضل وطن وكل الجراح تصدح وطن وكل الدروع تحمل وطن كل الدموع تهتف وطن أكيد التحية لهذا الوطن الحبيب السودان وهذه الحلقة الاستثنائية بالتأكيد حلقة اليوم فيها كثير من المفاجآت يا خليل وكثير من المحطات وأيضا ضيفة عزة داخل الأستوديو عامين من ثورة ديسمبر المجيدة أكيد في تفاصيل كثيرة وجميلة لأحلام وطموحات قادمة لسودان قادم بإذن الله أيضا يا خليل اليوم برضو بصادف إعلان الاستقلال من داخل البرلمان وده كان يوم مفصلي في تاريخ السودان بنقول كل عام والسودان بخير والسودان ينعم بالأمن والاستقرار والرفاء إن شاء الله من خلال مساحات صباحية ممتدة إن شاء الله نقدر نقدم ما يفيد الوطن والموحي وحتى الظهور إن شاء الله الواحد ظهورا تماما عديد من الفقرات والمساحات المتنوعة والنقل الخارجي عبر تقنية تي فيو باك مع الزملاء وأيضا 19 ديسمبر هذا اليوم هو من أيام السودان الخالدات من خلال احتفالنا واحتفالنا عبر صباح الثورة لهذا اليوم أولا 19 ديسمبر إعلان الاستقلال من داخل البرلمان 1955 19 ديسمبر أيضا انطلاق شرارة ثورة ديسمبر أبريل المجيدة واليوم تنطلق المسيرات في كل ولايات السودان احتفالا بالذكرى الثانية وسط إصرار وعزيمة مختلف السياسية لتحقيق أهداف الثورة وشعار الثورة حرية سلام وعدالة أيضا شهر ديسمبر مشاعر يمكن في هذا العام يرتبط 14 ديسمبر وهو يوم رفع اسم السودان من قائمة الدولة رعية الإرهاب سيكون أيضا هو يوم من أيام السودان وما ننسى أنه 3 أكتوبر 13 2020 هو يوم توقيع اتفاقية السلام الشامل للسودان بجبة عاصمة جنوب السودان في ظل الكلام ده كلها خليل الكورونا دي ما ننسى ما ننسى أيضا جاية حتى الكورونا في موجته الثانية والعام 2020 نحن في خواتيم هذا العام يمكن حمل الكثير من الأحداث والتفاصيل المختلفة إن شاء الله من خلال هذا اللقاء ولقاءات أخرى عبر شاشة فضائية الخرطوم نحن نوعد كل سادة المشاهدين من كل هذه التفاصيل وما جرى ودار في العام 2020 سيكون حاضر عبر الفترات المفتوحة المتعددة والمتنوعة فقط كونوا على الموعد أكيد أحداث توالت من خلال هذا العام الاستثنائي في هذا العام في أحداث مفرحة في أحداث مؤلمة ولكن يعني العام مرة بخير وبسلام ونستقبل إن شاء الله عام قادم نقدر نحقق فيه كثير من الأحلام والطموحات العام ده يا خليل لدرجة أن الناس حسوا العام ده أطول ما يكون يعني لكثرة الأحداث الموجودة داخل العام نقول إنه العام ده هو عام يخلينا نحن نستمر في العام القادم والأشياء التي كانت يعني ما قدرنا نعالجها في العام ده نقدر نعالج أشياء كثيرة في العام القادم وكثير من القضايا المفصلية في تاريخ السودان التحية للثوار الرحمة والمغفرة للشهداء وأيضا العودة للمبقودين والشفاء العادل أكيد للمصابين معانا ضيوفها عزاء إن شاء الله من خلال هذه المساحة وضربة البداية خليل برضو صحافة الخرطوم هي برضو يعني أدتنا كثير من الأحداث وتفاصيل الأحداث وملامح لهذا اليوم من خلال صحافة الخرطوم نبدأ من عندك مشاعر أربع جمادي الأولى الف 442 للهجرة النبوية الشريفة 19 ديسمبر 2020 وصحافة الخرطوم نبدأ من صحيفة الجريدة مشاعر نعم في صحيفة الجريدة منظمة أسر للشهداء كل الاحتمالات مفتوحة وسينتصر الشارع الأمة والسودان والبحث والتجمع الاتحادي سنعارض أي دعوات تدعو لإسقاط الحكومة راش تطالب بتقديم الخدمات الطبية ومنصة كورونا تطالب بإلغاء المليونية وأيضا راش تطالب الأطباء بتقديم الخدمات الضرورية للثوار في مليونية اليوم ولجان المقاومة وأسر الشهداء يوقعان على مثاق ويتعهدان بعدم التنازل عن الحقوق ودكانت أبرز العنوين في صحيفة الجريدة من صحيفة الجريدة إلى صحيفة الوطن البرهان في الميدان يشرف على تأمين الحدود مع أثيوبيا الثوار يعدون لمليونية 19 ديسمبر اليوم ومنصة كورونا تطالب بإلغاء المليونية حزب الأمة يدعو لتكوين قوات مشتركة لتأمين الشرق وحمدوك يهني الشرطة بعيدها ويؤكد دورها في حماية النظام واشنطن تنشر قرار إلغاء تصنيف السودان دولة إرهابية في الجريدة الرسمية من صحيفة الوطن إلى صحيفة التيار وفي التيار نقرأ بعض العنوين هدوء حذر قبل ساعات من مليونية 19 ديسمبر ومنصة مجابهة كورونا تدعو لإلغاء مسيرة اليوم وفي خطوة استباقية الجيش يغلغ الطرق المؤدية للقيادة العامة الشيوعي الثورة عاجزة عن تلبية مطالب الشعب ومنصة كورونا تدعو لإلغاء المسيرة وممثل أسر الشهداء يطالب بتصحيح مسار الثورة لأورز العنوين في التيار من التيار إلى أخبار اليوم مواكب اليوم في ذكرى انطلاق ثورة ديسمبر المجيدة وتصريحات لقيادات شيوعية وبعثية أثيوبيا تستدعي سفير الخرطوم بأديسة وأبي أحمد يؤكد على علاقاتنا مع الخرطوم وأيضا شحنة أدوية من مصر للسودان لعلاج مصابي كورونا الطاقة والتعدين تمنع تطبيق برمجة القطوعات إلا في حالة الأعطال طارئة وأيضا عاصم البلالة طيب يكتب في أخبار اليوم رشدة الوعي 19 ديسمبر مواكب الثورة ومن صحيفة الانتباهة مدني للانتباهة أدليت بشهادته في فضل الاعتصام مرتين الطاقة تمنع تطبيق برمجة قطوعات الكهرباء إثيوبيا تستدعي سفير السودان الأم القومي يطالب بقوات مشتركة لحماية الحدود الشرقية الشيوعي يطالب بإلغاة تبعية جهاز الاتصالات للسياد التوم هاجو مندسون بأجهزة الدولة يعبرون عن رؤى أيديولوجية محدودة الجيش لن نفرط في شبر واحد من أرض البلاد ومن صحيفة الانتباهة إلى همعناوين صحيفة النيل الدولية نقرأ مسيرات هادرة في أنحاء السودان اليوم إحياء للذكرى الثانية لثورة 19 ديسمبر المجيدة ممثل أسر الشهداء يطالب بتصحيح مسار الثورة ومن ناوي يزور ولاية نهر النيل للتبشير بالسلام الطاقة والتعدين تمنعوا تطبيق برمجة قطوعات الكهرباء وبدء إجراءات دخول العمالة الموسمية بمعبر القلابات وفقا للاشتراطات الصحية الري كلفة إزالة الأطماء بمشروع الجزيرة تتجاوز 50% من ميزانية التشغيل من صحيفة النيل الدولية نختم هذه الجولة مشاعر من صحيفة السوداني وفي السودان قطار الثورة يمضي في طريقه رغم العقبات وأحزاب بالتحالف الحاكم تعلم معارضتها لأي دعوات لإسقاط الحكومة تظاهرات مطلبية في الذكرى الثانية لثورة ديسمبر نقابة الأطباء الشرعية تكشف تفاصيل وخفايا لعملها أثناء التظاهرات ووزير الطاقة يوقف تضيق برمجة قطعات الكهرباء ونصب الستة محطات رصد زلزالي بعدد من الولايات لأبرز العنوين في صحيفة السوداني التي سنقتم بها بهذه الجولة يا خليل هي جولة سريعة لصحافة الخرطوم ولكن بالتأكيد هناك العديد من العنوين المختلفة في الاقتصاد وفي الاجتماع وفي الرياضة التحية برضو للصحفيين وكتاب الأعمال نعم الطحية أيضا لكل إعلامي من خلال المواصلة في تغطية أحداث ثورة ديسمبر أبريل المجيدة من خلال التوثيق أيضا واستعراض أهم المحطات والإنجازات في هذه الثورة يعني 2020 مشاعره أيضا عام للسودانيين توقيع السلام الشامي رفع اسم السودانيين قائمة الدول الرعي الإرهاب وأيضا محطة للتوقف لاستكمال مسيرة البناء وتشكيل كافة هياكل السلطة الانتقالية للعبور بالسودان إلى مرحلة جديدة بيحلم بها كل أبناء الشعب السوداني داخل وخارج ربوع وطن الحبيب من جديد بنقول لكم كل سنة وانتم طيبين وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عدد من الاحتفالات والمساحات الوطنية إعلان الاستقلال من داخل البرلمان ذكرى ثانية لثورة ديسمبر أبريل المجيدة توقيع اتفاق السلام الشامي لسوداني للحبيب إلى جانب رفع اسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب كونوا معنا عديد المحطات والفقرات ومساحتنا القادمة